السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو اليوم سنحتاج إبرة الرقم ديالها 5 الإبرة ديال الراندة طبيعة الحال سنخدمه بالحرير العادي ديال القسبة هذا الحرير هذا أنا سنخدمه بالخيط مبروم على 3 ديال الشعرات ممكن أنكم تخدموه بالخيط يكون مبروم على 4 ديال الشعرات الاختيارة سيبقى ديالكم هاد الخدمة اللي غادين تشوفوا معايا اليوم هي بديل أو تعويض للخدمة ديال راندة القورمات فممكن أنكم تعاودوا الراندة ديال القورمات العادية اللي تعاودنا ان احنا نخدموها تعاودوها بهاد الخدمة هادي اللي غادين تشوفوا معايا اليوم طريقة سهلة وبسيطة بزاف وفنفس الوقت كتجي زوينا وكتجي يعني الخدمة بحلا كتبان متروزة من الفوق وهاديك الخدمة كتتخدم في البداية لاحظوا معايا مزيان كتبتي الخيط وكترجعي توضعي الغرز عادي جدا مويمان اهنا غادي ندير جوج ديال الغرزات وغادي نبدأ بهاد طريقة هادي باش نقدر انني نحدد الغرز بطريقة مزيانة لاحظوا معايا نحيد هاد الخيط هادا نتبته مزيان الان غادي نخدم على التوب انا حاول انني نجمع مبابين الطرفين يعني الطرف اللي لتحت و الطرف اللي لفوق بهاد طريقة فالان جمعنا الطرفين وغادي نرجع في الخدمة في الغرز ديالي كيما قلت لكم انا بغيت جوج ديال الغرزات لاحظتوا معايا هادي الغرزة التانية فالان غادي نطلع الابرة من الوسط وغادي نرجع نتبته الخدمة ديالي في التوب نحاولو هنا ينتبتوها مزيان وغادي نكمل هنا العدد ديال الغرز ديالي وغادي نخدم هنا الغرزة الاولى والان الغرزة التانية ونرجع نضرب هالضربة هادي في التوب ونعاود نخدم واحد اثنان البدية كتكون عادية جدا يعني غادي تخدم الغرز ديالي عادي جوج ديال الغرزات وغادي تستعملي الحجم المناسب بالنسبة ليك يعني مثلا انا هنا خدمت غير جوج ديال الغرزات تقدري تخدمي ثلاثة ديال الغرزات وتقدري تخدمي غرزة واحدة فقط يعني لك انت باغا مثلا تلاقي ملاقية خفيفة بزاف ورقيقة وفي نفس الوقت غادي تطلع فديري غير غرزة واحدة فقط غادي تكون كافية المهم تبعي نفس التقنية لانا غادي ندير وانتي يخدمي على حساب كما قلت لكم الضوقة ديالكم لاحظوا معايا هنا إلا حسبتوا معايا عدد الدربات اللي عندي فوق التوب غا تلقاوا ربعة ربعات ديال الغرزات او المهم ربعات الغرزات اللي ادرناهم في التوب في الفوق والتحت والان غادي ندير الحبكة انحبكة عادي فهادي هي راندة القورمير عادي جدا كتحبكة فوق منها غادي نوضع هنا جوج ديال الحبكات والان غا ندير الحبكة التالتة انتابهي معايا الدورة ديال الخير بالنسبة للسيدات لأول مرة غادي نخدموا يعني المبتدئات لأول مرة غادي نتعلموا الحبكة لاحظوا معايا مزيان من بعد ما كملنا الحبكة الآن غادي الآن عدا غا تبدأ الخدمة غادي رجع نهبط البرديالي من الأسفل ونجرها مزيان ونحاول نقعد هاد الخيط ولاحظوا معايا مزيان شنو غا ندير غا نجي منا الاسفل وغا نطلع الابرة ما بين هادوك جوج ديال الغرزات يعني لاحظوا معايا عندي الغرزة اللولة والتانية في الوسط غادي نطلع الابرة بهاد الطريقة ونرجع الخير لاحظوا معايا الان مزيان شنو غادي ندير كنطلع الابرة من الاسفل هادوك ربعادي الحبكات اللي كنا درناهم سابقا بهاد الشكل هادا والان غادي نرجع غادي نحاول اناني الخير نديروك على هاد الشكل لاحظوا معايا جيدا بهاد الاتجاه هادا وغادي نرجع نهبط الابرة ندخلها يعني اسفل هادوك الاربع حبكات اللي كنا خدمناهم سابقا وغادي نبقى خدامه بحال هاكا يعني نفس الطريقة هاد الحبكة هادي يعني اهنا الاساس ديل هاد الخدمة هو انك تديري الحبكة فوق الحبكة يعني بحالكة يعني مهم الان غادي نكمل كيما قلت لكم دائما كنرجع الابرة اسفل اربعات الحبكات اللي كنا خدمناهم في البداية فغادي نطلع الابرة بهاد الشكل هادا كنتمنق انه التصوير يكون واضح والشرح يكون واضح واي تساؤل وضعوه لي في التعاليق ماشي اشكال المهم انه كل شي يفهم وكل شي يتعلم لاحظوا معايا مزيار رجعت هبط الابرة من وسط هادوك الجوج دي الغرزات اللي كيكونوا عندي في اللخر الان كملنا هاد الشكل الاول فغادي نوريكم الطريقة اللي غا تخدموا بها الشكل التاني وغادي تكون طريقة معاكسة الهادي هنا ما تنسوش واحد ملاحظة بالنسبة للسيدات اللي بغين يدخلوا العقيقة في هاد الخدمة هادي في هاد المرحلة هادي بععدو الضربة يعني في هاد الغرزة هادي اللي خدمتها الان بععدو الضربة باش تخليوا البلاسة فين غادي ندخلوا العقيق غادي نوريه ليكم في اللخر المهمة احتى كملت الخدمة عادة فكرت انني ندخل العقيق ونوري يعني السيدات اللي بغين يركبوا العقيق كيفاش غادي نركبوه فانتو ما احرار يعني اللي بغا تدير هاد الخدمة بالعقيق تديرها واللي ما بغيتش فتخدم عادي كيفما خدمت انا الان يعني عادي جدا حتى تكملي الخدمة ديالك عادة ديك الساعة غادي تشوفي واش بغيتي العقيق ولا ما بغيتيش إلي بغيتيه خاسك تكوني يعني مبعدة هادوك جوج ضربات باش تقدري انك تدخلي العقيق في الواسط هتلاحظوا معي انني من اللي غادي نبغيي نركب العقيق القى وحد يعني وحد ضيق يعني وحد مسافة ضيقة فما غاديش ان نقدر يعني نركب العقيق بشكل جيد يعني ما ما غاديش يتركب معي مزيان المهم كم لق الخدمة ديالكم كم ما قدت ليكم عادي جدا الان هادوك جوج غرزات اللي كنا اخدمنا في الاول هتبقى وغادين وكتخدموا بيهم ولكن غتخرج لكم نتيجة معاكسة يعني اللولة ماشي هي التانية هتبقى وديما غادين وكتقلبوا لاحظوا معي عندنا ربعه ديال الدربات في التوب الفوق والتحت والان غدا تقلبي يعني غدا تديري الحبكة وغا تبدأي من الاسفل اذا تذكرتوا معي الشكل الاول كنا بدينا الحبكة من الاعلى واحنا غادين وكننزلوا وكنهابطوا التحت الان احنا بدينا دا بالحبكة من التحت وغادين وكنطلعوا الفوق دائما كنديروا ربعه ديال الحبكات ربعه الحبكات بالنسبة اللي انني استعملت هنا جوج ديال الغرزات فاللي غدا تستعمل غير غرزة واحدة غدا تستعمل غير جوج ديال الحبكات يعني كافيين الان غدير رجع نهبط الابرة من الاسفل ونطلعها من هاد الفراغ اللي من بعد غندير فيه العقيق هدا هو الفراغ اللي في النهاية الفيديو هتشوفوا معي كيف شركبه العقيق ارجع ما بين هاد جوج ديال غرزات اللي عندي في الاعلى العكس ديال اللوله فكنطلع الابرة بهاد الطريقة والان كننرجع نحبك فوق هادوك ربعة الحبكات بهاد الشكل يعني انا دابة غدين ندخل الابرة اسفل الربعة ديال الحبكات اللي كنا درناهم في الاول وغادين نطلع يعني الابرة بهاده الطريقة والان غرجع ندير نفس العملية نفس العملية غدين رجعو نديروها باش نكملو الخدمة ديالنا فهادي الحبكات التانية والان غرجع نوضع الحبكة التالتة والحبكة الرابعة والحبكة الخامسة والحبكة الخامسة فشكل ديالة الخدمة كيجي بحلاكة يعني كيجي زوين وعامر وكيبان يعني كاعدة وحد منها ايضا رائع انجي الان موسط هادوك جوج ديالغرزات اللي عندي في النهاية ونهبط الابرة والان غادي انزيد هنا وحد الوحدة باش يعني باش تباليكم الخدمة باللي انتي محدك انتي غادك تزيدي في الخدمة وهي غادك التعاكس يعني مرة تديري هذيك الحبكة في الاتجاه الاعلى مرة تديريها في الاتجاه السفلي المهم انتم تبعوا معايا الطريقة كيفما وريتكم هنا جوج ديالغرزات كالعادة نحاولو نكملو هاد جوج ديالغرزات ديالنا حتى تعطينا ربعات الضربات في التوب هنا راتقدروا تديرو حتى خمسة ضربات في التوب يعني ماشي ايشكال اللي بغات مباليها هاد الحجم صغير وبغات زيت تكبرو فتدير خمسة ضربات في التوب انا بانتليا غير ربعاق كافية يعني بانتليا مزيانا وكتعطيح تشكل دياله ما كيجي ما صغير ما كبية فالان احنا كملنا هاد الربعات ديالغرزات في التوب لاحظوا معايا جيدا الآن غرجع ندير نفس الخدمة اللي درت في اللول في البداية ديالفيديو دائما الحبكة وغنحاول نطلع هاد شوية فوق الحبكة اللولة وهناك الحبكة التانية الدرس ديال الحبكة هو اسهل درس يعني في الراندق وكي عاونك بزيف وهنا داروري تكونوا بارمي الحرير مزيان باش ما يجيش يعني مش انتفوا لشي حاجة داروري يكون انهم بروم بشكل جيد فالان غرجع نطلع الابرق ما بين جوج ديالغرزات اللي عندي في اللول ولاحظوا معايا مرة كنطلع الابرق من الاتجاه السفلي مرة كنطلعها من الاتجاه العلوي على حساب الخدمة والان غرجع نطلع الابرق بهاد الاتجاه علاش باش تعطيني الحبكة الفوق لان انا دابا بغيت الحبكة تجيني في الفوق ما تجيش للتحت باش يبقى يعني هاد هاد الشكل هادا يبقى معاكس مرة كتبالك غادا على الفوق مرة كتبالك على التحت المهم ممكن انكم تخدموا هاد الخدمة هادي وتعوضوا بيها كما قلت لكم اراندت القورمات وكتجيزوين هاد الخدمة وما زال ان شاء الله غنوضع لكم وحد الفيديو اخر فيه يعني غنقولو بلي نفس هاد الخدمة ولكن بوحد شكل مكبر يعني غات هنا مثلا هاد الخدمة هادي تقدروا تخدموها في اسفل نصف طوق مثلا انت يكملت النصف طوق ديالك تقدر تخدمي هاد الحبكة هادي التحت هاد الخدمة هادي تقدر انك تخدميها اسفل نصف طوق وغادي نوريكم وحد خدمة زوينة في هاد الشكل هاده هاد الرانده هادي لتقدروا انكم تخدموا بيها جلابة يعني تخدموا بيها نصف طوق بالضبط مو ممكن تمنى ان الشكلين الاعجاب ديالكم ونحاول ان انا ننزلها لكم في القريب العاجل ان شاء الله فالان انا غادي نكمل معاكم الخدمة مهم دابا غادي تشوفوا معايا الطريقة ديال التركيب ديال العقيق كيفاش غادي تركبوه لاحظوا معايا مزيان هاد المسافة تكون بعيدة شوية اعلى قبل هاد الغرزة هادي اللي دردابا لاحظوا معايا ها هنالعقيقة ديالنا هي هادي وغنجي وقما بين هادوك جوج ديال الغرزات وغنجي الغرزة ديالي لاحظوا معايجا هاد البلاسة جاد ضيقة ضيقة كما قلت لكم انا ما كنتش ناوية انني نركب العقيق يعني كنت قلت غنخدم غير عادي ما ندير العقيق الاولو ولكن فالاخر قلت علاش اللي ما ربما يعني شي وحدة تبغي انها تدير العقيق ولا هادا قلت بلا مت يعني نوريها كيفاش تركب العقيق المهم باش نخلي لكم حرية الاختيار اللي بغا تدير العقيق تديرو اللي بغا تديروش ما تديروش بعد الخدمة تجيزوينة يعني مزيانة وانيقى في نفس الوقت وحتى خدمتها وساليت وانا نتفكر كنا وحد العمارة يعني خدمة كتكون في العمارة دي الجليالب الجليالب يعني كيكونوا بالعمارة كنا وحد خديمة كتشبه الهادي في المنظر ديالها يعني في الديكور ديالها من الفوق كتبين بحيلها طبيعي الحال يعني التقنية ديال العمل كتكون مختلفة العمارة ماشي هي الراندة ولاني في الاخر كتبين لكم بحال هاكا يعني فتقدرو انكم تستعملوا هاد الخدمة هادي وتجيكم زوينة ومزيانة المهم ما تنسوش اللي اعجب هالفيديو تضغط على زر الاعجاب كتشجيع للقناة واللي بغيت الدروس ديال الكروشي فتقدرو تدخلوا القناة ام ماريام للكروشي غتلقاوا الرابط ديالها أسفل الفيديو في صندوق الوصف وان شاء الله نخلي لكم الرابط في اول تعليق كنتمنى ان هاد العمل هادين الاعجاب ديالكم وهاد الخدمة يعني كتجي رائعة جدا كيفما كتشوفوا معي الشكل ديالها رائع وكنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وشكرا على المتابعة